اشتركوا في القناة ما بيكتبوا على اليوتيوب ولكن ما بين اتصالات وما بين رسائل وهذا بيقولوا انه احنا جماعة منطلع على شغلنا منكون نتحرك بالسيارة فمنحب نسمعك فمنحط على الحلقة ما منسمع الابراج يعني منوصل لعملنا منكون مش سامعين الابراج وما منعرف نحط على الابراج فياريت انت تحكي في بداية الحلقة الابراج وبعدين تحكي اللي هي الزوايا الفلكية والاخبار الفلكية وجاوب على الاسئلة بس خلي الابراج في البداية عشان نسمع الابراج بالبداية وبعدين احنا بس نرجع منكمل الحلقات طبعا فيه اشخاص فعليا هم ما بدخلوا الا عشان يسمعوا الابراج ولا بهمهم زوايا فلكية ولا بهمهم اخبار فلكية فعشان هيك رغم انه حكينا لهم انه الزوايا الفلكية مهمة جدا ومن خلالها بتدمج انت ما بينها وبين توقعات الابراج وتطلع مفيدة للك الا انهم مصرين انهم بس يسمعوا الابراج فعشان هيك بدنا نعكس الحلقة هاي رح نحكي الابراج في البداية بعدين رح نحكي الاخبار الفلكية كأنه يعني عكسنا الموضوع وبعدين منحكي الاسئلة والاجوبة اللي في نهاية الحلقة فعشان هيك يعني اذا عجبكوا هاي الطريقة اللي بعجبكوا طبعا كتبوا لي بالتعليقات على اساس انه نشوف نعتمدها نعمل دراسة عليها لأكم يوم بعدها منشوف اذا شفناها هي الانسب والكل عجبة هاي الطريقة خلاص منعتمد هاي الطريقة شفنا انه النسبة الاعلى لا بتقول ارجع بمعناته بنرجع للطريقة الاولى خلينا نروح على توقعاتنا اليوم ليوم الخميس 8 تموز القمر اليوم رح يتواجد ما بين برجين رح يتواجد في الجوزاء وفي ساعات يعني ما بعد الظهر بصير موجود بالسرطان فعشان هيكي الاجواء رح تتقلب على جميع الابراج اليوم خلينا نشوف برج الحمل طبعا بيظل النشاط مسيطر عليكم بالاتصالات بالتنقلات بالحوارات مزاج كل يوم اهدى من الايام الماضية طبعا من الان لغاية ساعات ما بعد الظهر الاجواء بيظلها ممتازة جدا حتى على مستوى اللي عندهم امتحانات بالفترة الصباحية اللي عندهم مقابلات او مناقشات ولكن بدكوا تحذروا انه في عندنا خلوه مسار فعشان هيك ما في داعي للمغامرات وما تعتمدوا كثير على الحظ حاولوا انكوا تدرسوا وتستعدوا بشكل جيد وفي نفس اللحظة بدكوا تنتبهوا على علاقتكم بأحباكم في ساعات ما بعد الظهر بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية اهم اشي انه ما تتهربوا من المسؤوليات حتى ولو كثرت ممكن اليوم يحمل بعض الخلافات او الانتقادات او سوء التفاهم على مستوى البيت فحاذروا من انكوا تدخلوا بمواجهات حادة مع افراد العائلة او من ضغوطات المنزل ممكن تستاء من تصرفات احدهم تجاهك وممكن انك انت هيك تنظم جدول اعمالك بشكل افضل العباب ممكن تكون شوي يعني بحاجة لنوع من انواع التركيز برج الثور بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم والاهتمام باموالكم او الدفعات اللي عليكم او امور الها علاقة ببعض الحسابات اهم ليش انكوا تتجنبوا النفقات لانه في خلق مسار في ساعات الصباح ورح يستمر لغاية ساعات ما بعد الظهر فعشان هيك الاجواء بالفترة هاي بتقول انه قللوا من المصاريف قدر الامكان وبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن في ساعات ما بعد الظهر لانه القمر رح ينتقل وصير في البيت الثالث عندكم بتنجحوا في مجال السفر والاتصالات وبتقدروا انكوا تعززوا العلاقة او يكون في تعاون ما بينكوا بين اخ او جار حاول انه اليوم تفصح عن رأيك بجراءة وحرية عزز علاقاتك بشكل جيد ابحث عن التوافق والانسجام ممكن تضطر لدفع مبلغ طارئ من المال حاذر من اهمال وضعك الصحي وتجنب الارهاق ممكن تهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة بالاوراق او المعاملات او الدراسة او الامتحانات الاجواء تقريبا من ساعة يا الصباح يا بالخلو والمسار يا اما في ساعات ما بعد الظهر الاجواء بتكون ايجابية ما بينها بدك تدرس وتستعد بشكل جيد برج الجوزة طبعا انتو الطاقة لسه موجودة عندكم بشكل قوي وعندكو قدرة على مواجهة مشاغلكم وانجاز الكثير منها ممكن شوي اليوم نفسيتكم تكون مرتاحة اكثر من الايام الماضية في ساعات ما بعد ظهر الاجواء بتتغير لان الاجواء القمر رح ينتقل ويصير في بيت المال فعشان هيك بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم اتجنبوا النفقات نظموا الاقصاط وما تسمحوا لها بالتراكم فكروا بشكل منطقي وعلجوا الامور الطارئة فورا ممكن اليوم تحدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية واليوم ممكن تعرف لقاءاتك نوع من انواع الدعم فحاول انك تستغلها بشكل جيد الاهم من هيك انه انتبه من بعض الامور المالية يعني ما تبالغ ما تجازب فيها على اساس انه ما تتسجل عليك هفوات ويصير في نوع من انواع المخاسر وفي نفس اللحظة اضبط عصبيتك وركز بشكل جيد اثناء حواراتك برج السرطان طبعا الان موعد بث الحلقة ما زالت الاجواء فيها نوع من انواع الضغط هاي بتضغطك على المستوى النفسي وبتضغطك على المستوى الصحي ما زال فيه نوع من انواع القلق والتوتر بسبب تواجد القمر في بيت المتاعب ورح يستمر هذا الموضوع لغاية ساعات ما بعد الظهر لا ينتقل القمر بعدها ويصير عندك بعد ساعات الظهر شوي شوي بتمتلي النشاط حيوية بتعيش لحظات شيقة وحافلة بالاخبار والتطورات بتهدأ نفسيتك كمان بتصير ملفت للنظر بالنسبة للجنس الآخر بتتلقى اشارة وبتبدأ بتمفيذ خطتك ممكن تستعيد حياتك رونقها وحيويتها الاهم الزاوية الكبيرة اللي رح تصير في خلال برج الاسد فهاي ممكن تأثر على الوضع المالي او تجيب بعض المشاكل المالية او المصاريف لزيادة او مطالبات مالية مفاجئة المهم ايشي له علاقة بالوضع المالي بدك تنتبه وحاول انك ما تنفعل وما تتهور برج الاسد بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الاصدقاء وبظل النشاط يعني مسيطر عليكم طيلة من الان لغاية ساعات ما بعد الظهر ولكن انتبهوا من بعض الخلافات او سوء تفاهم ما بينك وبين احد الاصدقاء اضبط عصابك ما في داعي للانفعال لان القمر برضو بتحرك باتجاه اول اشي فترة خلوه مسار وبتحرك باتجاه بيت متاعبك فعشان هيك بدك تحذر في هاي الفترة من ساعات ما بعد الظهر رح تدخلوا فترة غير مريحة بتنال من صحتكم وعصابكم بسبب زي ما حكينا ان القمر في بيت المتاعب فعشان هيك هذا اليوم ببدأ تسجيل فترة لحديث ما القمر يوصل لعندك هاي الفترة احنا منسميها فترة ركود على جميع الاصعدي بنصحك بعدم المباشرة بتنفيذ الاشياء المهمة ممكن يعني تقدر انك تستفيد منها انك تتخلص من عادتك القديمة وحاول انك تنشغل فقط بالمسائل الروتينية واحذر من التأخير حافظوا على سمعتكم وانجازاتكم القائمة في مجال العمل ما زالت الاجواء في يعني من الان لغاية ساعات ما بعد ظهر القمر بكون متواجد في بيت السمعة وهذا الشيء بشوي ممكن يخليك تجازف او تغامر في بعض المسائل او تغلط في بعض الامور تشوه فيها سمعتك او تضغط على سمعتك فيها او على علاقتك برؤسائك او زملائك بالعمل من ساعات ما بعد الظهر بتنشطوا بين الاصدقاء بتصير الفترة هاي اجتماعية وفيها فوائد كبيرة بترى الامور على وضوح اكثر او بوضوح اكثر وبنظرة متفائلة بيطمئن بالك ممكن تحصد نوع من انواع الدعم او تأييد وبتفيدك الاتصالات واللقاءات اهم شي انك تلطف من الاجواء الاجواء واعدة بعلاقات او برضو بتساعدك لععادة بعض العلاقات لطبيعتها اللي بيتقدم لامتحان او مقابلة بده يستعد بشكل جيد ما تعتمدوا على الحضوض نهائيا حاولوا قدر الامكان انه تركزوا بكل المتطلبات الموجودة بين ايديكم ممكن شوي اتركز على بعض المسائل اللي الها علاقات بالدراسة او الاتصالات او الحوارات او حتى امور السفر فهاي بتطلب منك التركيز وعدم الاعتماد على الحظ نهائيا في هاي الامور لغاية ساعات ما بعد الظهر من ساعات ما بعد الظهر بتحافظوا على سمعتكم وانجازاتكم في مجال العمل حاولوا انكم تنظموا وقتكم بشكل جيد كون واضح في اولوياتك وما تخلي اي شيء يثير انفعلاتك او غضبك باستطاعتك مواجهة اقوى المنافسات انت الفترة هاي بتتمتع بسرعة خاطر وذكاء حد فعشان هيك ما تكترث لبعض الوساوس النفسية اللي بتشككك بطاقتك برج العقرب طبعا بتكون اليوم بتظل هالامور مركزة على امور الها علاقة بالاموال المشتركة من الان لغاية ساعات ما بعد الظهر اهم اي شيء انك ما تغامر ببعض المسائل المالية ممكن تنشغل ببعض الدفعات او بموضوع مالي معين او مصاريف استشفائية او علاجية او بصحة احد الاحبة الاهم انه اليوم لا تكفل حد ولا تدائن حد فلوس من ساعات ما بعد الظهر بتصير الاجواء جيدة وداعمة اليك بقوة هائلة فممكن اليوم يصلكوا خبر سار من بعيد او انها هاي الفترة تكون حافلة بالنشاطات بترتفع عندك المعنويات وبتقوى الحدود في منكو اشخاص ممكن يفكروا في امور الها علاقة بالسفر او ممكن تشترك بمؤتمر او مثلا محاضرة الاجواء مفيدة وبكون عندك نوع من انواع الاتصالات البعيدة وممكن تتلقى بعض الاشخاص يعني او تلتقيهم اه في طريقة معينة يكون فيها نوع من انواع الحوار والتفاوض وممكن تعالج بعض المسائل المتنوعة برج القوس بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل او في العاطفة الاجواء تقريبا لان القمر مقابلك تماما ما زالت طاقتك ضعيفة طبعا بتستمر الاجواء هاي لغاية ساعات ما بعد الظهر فعشان هيك في الفترة هاي وفترة خلوة المسار دير بالك من سوء تفاهم من نقاش حاد حوارات مشاكل ابتعد عنها تماما خلي يومك يكون روتيني لغاية ساعات ما بعد الظهر من ساعات ما بعد الظهر بتعيدوا ضبط اموركم المالية المشتركة باستطعتك تقديم افضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليوني والصبر بينتظرك حل منصف شرط التفاوض بموضوعية عدل اولوياتك اذا دعت الحاجة وحاول انك تدقق بالتفاصيل المهمة قبل ما توقع على ورقاء او على عقد او على اوراق مهمة تيمينكو رح يهتم بصحة احد الاحبة الاهم اللي عندهم ما بينتظروا امور الها علاقة بالدراسة او بالخارج او باشخاص خارج البلاد او حتى امور السفر ممكن تظهر بعض المسائل المفاجئة خلال هذا اليوم برج الجديد واصلوا ما بدأتم به من عمل سابق وانتبهوا لصحتكم طبعا القمر لانه موجود في بيت العمل بيت الصحة الان فهو بيأثر على هذا الامر يتركز على عملك انتبه على صحتك حاول انك ما تجازف بشكل كبير وحاول انك ما تهم الواجباتك في ساعات ما بعد ظهر القمر بتحرك فبتنجحوا في تعزيز شراكاتكم ولكن تحركوا هذا ان القمر بيصير مقابلك تماما فبتصير الفترة هاي فيها نوع من انواع الصعوبة بتثقل خلالها بعض الهموم والمسؤوليات اهم اشي انك تجنب ردات الفعل العنيفة الفترة فيها نوع من انواع السوء وبتهدد بعض الخواطر والمشاكل والحوادث يعني مش بشكل كبير ولكن حبينا ننبه للنقطة هاي على اساس انك تكون حذر القمر ممكن يجعلك بوضعه مقابلك مضطرب او مرهف الحس زيادة وممكن تشعر بنوع من انواع الارتباك تتمتع طبعا بطاقة كبيرة اليوم لانه القمر جيد ولكن بالمقابل انتبه انه يعني ممكن هيكي تصير بعض الامور اللي تستفزك برج الدلو ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا القمر موجود في البيت الخامس بيدعمكم على مستوى العاطفي على مستوى الحب على مستوى حتى الامور الترفيهية الحظوظ جيدة لغاية ساعات الصباح بعدين نبدأ في فترة خلو المسار فترة خلو المسار هاي من الصباح لغاية ساعات ما بعد الظهر بتكون تنتبهوا منها بشكل كبير بعدها بتبدأوا تهتموا بمسائل لها علاقة من ساعات ما بعد الظهر بتكون تنتبهوا اكثر لعملكم لصحتكم لان القمر رح يصير في البيت السادس فترة بدأ القمر مقابلتكم الان فبتبدأ شوي في نوع من انواع ضغوط عليكم حاول انك تكون عنصر ايجابي ما تتسبب بالنفور للاشخاص اللي بتعاملوا معك بتستعيد كامل حيويتك اليوم صحيح انه عندك نشاط عالي جدا وبتدور الاحداث بسرعة وممكن اليوم تمارس عملك بحماسة حاذر من بعض الاضطرابات الصحية اذا شعرت بشيء غير اعتيادي حاول انك تراجع الطبيب برج الحوت طبعا بما انه القمر موجود في البيت الرابع من الان لغاية ساعات ما بعد الظهر فبتكون تنتبهوا لانه شوي بتظلوا مشغولين الفكر في مسائل بيتية او عائلية او في امور شوي بتلفت انتباهكم وبتركزوا عليها لها علاقة باطار البيت والعائلة حاول انك تضبط عصابك ما بنصح بشراء اي شيء ثمين من ساعات الصباح لغاية ساعات ما بعد الظهر لانها فترة خلوه مسار من فترة ما بعد انتهاء خلوه المسار بتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع احبائكم وبتزداد وتيرة العمل بشكل واضح الاجواء بتصير ايجابية لانه القمر رح يكون في البيت الخامس فهو عمستوى الحضوض عمستوى العاطفة جيد جدا بتقدر اليوم تعالجوا كثير من الامور وبرضو عندكم بصير في نوع من انواع الحكمة وحيوية عالية جدا يعني الاجواء مطمئنة ودعمة للكم بشكل كبير هيك منكون انتهينا من فقرة الابراج خلينا نروح على الاخبار الفلكية ونشوف اوضاع الفلك اساسا اجمالا والزوايا اللي رح تتشكل اليوم اللي لها طابع بنعكس برضو على برجك يعني اسمعت برجك الان هاي الزوايا لها اثارها اكبر من الامور اللي احنا بنحكيها عن البرج لانها بتكمل البرج بنسبة خمسين في المية فعشان هيك ركزوا معنا القمر اليوم موجود في منزلة الذراع هاي المنزلة جيدة وصالحة لكل شيء رح ينكث فيها حتى تمام الساعة وحدة وخمسين دقيقة بعد الظهر اللي هي فترة انتقال القمر من الجوزاء للسرطان وطبعا بعدها رح ينتقل لمنزلة النثرة وهي منزلة جيدة برضو للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحواج فعشان هيك اليوم القمر رح يكون سعيد بمكانه ورح يعطي طاقة كبيرة بالنسبة للاشخاص ويكون في حيوية يعتبر هذا يوم مميز بالنسبة للقمر طبعا زي ما حكينا انه هو من الان موعد بث الحلقة رح يكون موجود بالجوزاء فعشان هيك يبظل في نوع من انواع النشاط على مستوى الاتصالات منشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية يبينتقلب الناس من حولنا في افكارهم وتصرفاتهم اكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد او كلمة تقال علينا انجاز اتصالاتنا الهمة من رسائل ومكالمات وغيرها وبوسعنا ايضا الانضمام لدورة دراسية او تعلم لغة جديدة او الانضمام لعضوية نادي طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية اول زاوية رح تكون هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين نبتون هاي رح تكون في تمام الساعة 12 و12 دقيقة بعد منتصف الليل يعني تعتبر صباحا لانه كل الوقت بتوقيت جرينيش بتجعل بعض الاشخاص يجنحوا للعيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية اقتران ايجابية وهي رح تكون بين القمر وبين عطارد رح تكون في تمام الساعة 24 دقيقة صباحا بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة الى نشاط الذاكرة وسرعة البديها طبعا القمر بنتقل الان وببدأ في مرحلة خلو المسار لانه بيبدأ بعملية الانتقال لبرج السرطان فبيبدأ مع هاي الزاوية خلو المسار اللي هو الساعة 24 دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة 51 دقيقة بعد الظهر هذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 51 دقيقة بعد الظهر القمر بصير موجود في برج السرطان هذا بيعني انه الفترة اللي ما بعد الظهر هاي بصير علينا تأثيرات برج السرطان بنشعر في هاي الفترة بقوة العاطفة بنحاول خلق جو من الامان النا ولا احبائنا من ميل لعمل اشياء بتريحنا من ناحية اخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنا من يذرف الدموع وهو يقلب صورة تذكارية في البومه يجب ان ننتبه اكثر لطعامنا وشرابنا لانه بالفترة هاي منشعر بحافز كبير لالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لانه حساسيتهم بتكون في اوجها بوسعنا شراء عقار او استئجار عقار او اهتمام بالامور العقارية زراعة نبتة ماء او شجيرة لانتباه اكثر لاطفالنا قضاء وقت ممتع بالبيت اما بالنسبة للزاوية التي تليها ما بعد الانتقال بصير في عنا زاويتين الزاوية الاولى هي بين القمر وبين المشتري زاوية تثليث ايجابية وهاي رح تكون الساعة خمسة وثمان دقائق مساء بتوقيت جرينيج بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومنحاول انه نساعدهم قدر الامكان يعني زي عمل انساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية اما بالنسبة للزاوية الخطيرة اللي هي ذكرناها في حلقة الامس هي زاوية التربيع اللي رح تتشكل اليوم اللي صارنا فترة بنتكلم عنها اللي هي زاوية التربيع السلبية بين الزهرة وبين اورانوس هاي اليوم اوجها رح تكون الساعة سبعة واربع وعشرين دقيقة مساء من نقول ممكن تنقطع اي علاقة عاطفية ضعيفة بشكل مفاجئ الى غير رجعة فعشان هيك اللي عندهم مشاكل عاطفية او علاقاتهم لسه ما استقرت يحاولوا قدر الامكان يضبطوا اعصابهم عشان ما يوصلوا للمرحلة انه هاي الزاوية تأثر على طاقتهم يتخذوا قرارات تنتهي العلاقات بشكل مفاجئ اللي بده ينهي علاقة عاطفية ومش عارف كيف ينهيها اليوم هذا مناسب لانهاءها طبعا بالنسبة للقمر بما انه موجود في برج السرطان معناته خلوه المسار القادم رح يكون يوم السبت عشرة سبعة بيبدأ فيه تمام الساعة اربعة وسبع دقائق مساء وبيستمر حتى اليوم التالي اللي هو ليوم الاحد هي اول ساعات ما بعد منتصف الليل فعشان هيك نحكي احنا يوم الاحد فهو ساعة اتناعش وعشرين دقيقة بعد منتصف الليل لا ينتقل القمر بعدها لبرج الاسد اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال سبعة وعشرين يوم في تمام الساعة اتناعش وتسعة وخمسين دقيقة بعد منتصف الليل بيصبح ثمانية وعشرين يوم نسبة الإضاءة سبعة في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم اثنين وعشرين سبعة سعيدة بنسبة ستين في المية القمر في الجوزاء وبدو ينتقل للسرطان طبعا رح يمكت فيه لغاية احدى عشر سبعة اليوم هو سعيد بنسبة خمسين في المية عطارد في الجوزاء حتى يوم احدى عشر سبعة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية الزهراء في الأسد حتى يوم اثنين وعشرين سبعة منتحس بنسبة خمسة وسبعين في المية المريخ في الأسد حتى يوم ثلاثين سبعة تسعة وعشرين سبعة منتحس بنسبة ثلاثين في المية المشتري في الحوت بيتراجع حتى يوم ثمانية وعشرين سبعة منتحس بنسبة خمسة عشر في المية زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم احدى عشر منتحس بنسبة أربعين في المية اورانوس في الثورة حتى يوم 20 ثمانية يعني سعيد بنسبة 15% نيبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 15% ابلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 15% هيك منكون انتهينا من الاخبار الفلكية والان بدنا نروح على فقرة سؤال وجواب ونشوف شو فيه اسئلة للمتابعين اسئلة عامة الكل بيستفيد منها او من طريقة استخدامي لجواب عليها المهم ان شاء الله انه يكون فيها اشياء تفيد الجميع سؤال صباح الخير دكتور اسأل الله ان تكون بخير صباح النور ممكن سؤال معارفة كيف اجمع الارقام جد خفت من يوم سماع حلقة رقم 8 انا من موليد 29-4-978 رقم العمارة 8 والبيت رقم 5 لو سمحت ربنا يزيدك من علمه علم يا رب اول اشي يعني انا شرحت كثير عن عملية الحساب ولكن بدي اعيدها لانه الباين انه فيه اشخاص فعليا هم مش عارفين كيف يحسبوه واتكرر هذا السؤال عندنا اكثر من مرة فعشان هيك راح اجاوب على السؤالين اللي محطوطات جايت بورة بعض تقريبا من هدى ومن انجي انجي عادل فخلينا اشوف اول اشي بالنسبة لسؤال هدى اللي هي واحد زائد واحد يساوي اثنين واربعة هي صار عنا رقم اثنين هذا رقم الحظ رقم حظ اربعة هذا مش رقم حظ ماشي فمن نتركه ثمانية وسبعة يديش بصير خمستاش وتسعة هي اربعة وعشرين واحد خمسة وعشرين خمسة واثنين هي سبعة ماشي طيب الان بدنا نجمع صار عنا السبعة رقم حظ اللي هو سنة هي رقم حظ وتاريخ الميلاد اول يوم من الميلاد رقم حظ هي صار عنا اثنين واثنين واربعة وسبعة ماشي نجمعهم مع بعض هسه اثنين زائد اربعة يساوي ستة وستة زائد سبعة يساوي ثلتة عشر ثلاثة زائد واحد يساوي اربعة يعني رقمك الحظ الاجمالي هو رقم اربعة ماشي يعني صار عندك ارقام حظك اللي هي ثمين واربعة وسبعة ومجموعهم برضو طلع عنا اربعة ماشي الان انتي بما انه برج التور معناته بدنا نشوف شو الكوكب اللي بيأثر على مواريد برج التور اجمالا ونعرف انه هاي التأثيرات بتيجي عليهم منشوف انه برج التور له الزهرة والزهرة رقمها ستة فعشان هيك بصير عندك ارقامك انت بدخل فيها الرقم ستة طيب رقم العمارة من لقيه ثمانين هو زحل بتيجي انت هسا بتشوفي انه تأثيرات على العمارة مش على الشقة على العمارة انه العمارة هاي بصير فيها اعطال كثير بصير فيها نوع من انواع المشاحنات مش كل اشي جيد بصير في العمارة كل اشي بصير للعمارة هاي بصعوبة هاي زحل رقم خمسة هنا اجينا على عطارد وهذا رقم البيت بالنسبة للك انت مش كثير البيت مريح للك لانه مش من ارقام حظك ولكن بما انه عطارد له علاقة بالبيت فهذا البيت اكيد مليء بالاجهزة الالكترونية يعني في البيت عشاق للاجهزة الالكترونية واقتناءها واحدث موديلات لالها ومتابعة العصر ومتابعة التطورات والاشياء اللي مثل هيك هاد جانب الان الصعوبة في عطارد هي لما بشكل زوايا سلبية ولما بتراجع فقط لا غير باقي الامور الامور جيدة عندك طيب نيجي بالنسبة لسؤال انجي اللي حكت صباح الخير استاذ سعيد عندي سؤال انا موليد ستة وعشرين سبعة الف وتسعمية وستة وثمانين مجموع ستة واثنين يعني ثمانية طيب هاد صار عندك انت بالنسبة اليك رقم حض ماشي هذا صار رقم حضك الان رقم الحض هاد مش معناه انه انت اتدمرت حياتك مش معناه انه انت كل اشي رح يتعركس بحياتك هي الامور بتصير انه فيها نوع من انواع صعوبة انت بتصير جدية هذا الرقم بعطيك نوع من انواع الجدية والواقعية ما بيخليك كثير تعتمد على الحض مش انه والله هاد بما انه اجر رقم يعني بده يؤخر حياتي ويدمر حياتي ويعمل كل هالبلاوي هاي فاصبح رقم ثماني انت اصبح من رقم حضوذك ومنيجي على الرقم اللي هو رقم السنة فبنشوف انه عنا ستة وثمانية وتسعة وواحد فبصير الرقم عنا مجموعه اللي هو لاني انا بحسبه بسرعة بلاش اني انا اطول الحلقة كثير بطلع عندي انا الف وتسعمية وستة وثمانين يعني بمعنى صار عندي ستة وسبعة وثمانية ستة سبعة ثمانية ارقام حضك ستة وثمانية الان الاسد اللي هو الشمس ورقمه اللي هو المسيطر عليه اللي هو رقم واحد فصار عندك رقم الحض واحد وثمانية وبرضو اللي هو رقم ستة ماشي فثمانية من ارقام حضك فما ما تخذ منه يعني لو انت تعاملت باي شيء اللي علاقة بزحل انت بالعكس هو رح يتجاوب معاك كأنه رقم حض بالنسبة لك دعم لا اليك فأي واحد بنوجد عنده رقم ثمانية فارقام حضوضه فهو حظه في هذا الرقم سؤال من وجدان كامل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل مرة بتقول فيها رقم ثمانية منتحس واللي ميلاده رقم ثمانية شو يعمل طب هاي جوابنا نفس السؤال يعني نفس الشيء كأني جوابت على سؤالك سؤال من دنيا الحسيني بدنا نبطل نعلق لأنه أنا ولا نسأل كل ما نعلق ونسأل بنحذف تعليقي هاي ثالث مرة والله يا دنيا بما أني شفت التعليق معناته التعليق منحذف المشكلة أنه اليوتيوب بعد مرات بصير عندهم مشاكل المشاكل مش من عندي من القناة يعني فهو بعد مرات إما أنه التعليق هذا أنت بتكتبيه بتأخر لا ينتشر يعني بأخروه لا ينشره أو بنتشر أنت ما بتشوفي ولكن اللي موجودين على القناة بشوفوه فعشان هيك ما تزعل من هاي نقطة هاي مشاكل إحنا كثير ناس بيجي بقولوا انحذفوا تعليقاتنا هسا في تعليقات بيكون عليها بعض الإساءات أو الكلمات اللي اليوتيوب تلقائيا بعمل عملية حضر لإلها ما بهملها بشيلها وبحطها في صندوق اسمه الرسائل للمراجعة فبندخل إحنا أنا بدخل يوميا عليه بشوف إيش في رسائل اللي بشوفها مثلا أسئلة عادية واحد بيسب ما سبع عادية بانتقد انتقاد عادي فبرجعها على القناة أما الأسئلة اللي بيكون فيها كلمات جارحة ووسخة ولا تليق أو فيها عنصرية أو فيها مذهبية طائفية يعني ملهاش علاقة بالقناة فعشان هيك هاي تلقائيا أنا بحذفها حتى اللي بعلق لشخص مثلا شخص سائل سؤال أو معلق تعليق ودخل شخص يالله انت قليل الأدب انت كيف تحكي هذا الكلام يعني مجرد ما تلفظ بأي كلمة فيها جرح لهذا الشخص تلقائيا بيحمل التعليق وبحطه في هذا إذا وجدت التعليق فيه إساءة فعليا لهذا الشخص أنا بروح بحذف التعليق فقط لا غير وبرجع التعليق كما كان يعني التعليق الأولاني برجعه على القناة عادي فممكن يصير بعض التأخيرات ولكن مش التأخيرات هاي تعتبر تأخيرات مقصودة سؤال منفري صراحة فيديوهاتك فيديوهات حضرتك صار لها مدة طويلة ما عم تطلع لي والله في كثير بيحكوا هذا السؤال ما بعرف هو لأنه الاشتراك شغلة الجرس في ناس بيحكوا الجرس اللي عليه حزين فينا والله أنا ما بعرف ولكن أنا في نفس الوقت كل يوم ساعة خمسة بتوقيت الأردن أنا بنزل الحلقة والحلقة بتكون جاهزة عندي أساسا قبل بيوم يعني أنا الآن بسجل في الحلقة أنا يوم ستة سبعة لما تنزل بتنزل بالوقت اللي هي محدد لها اللي هو يوم سبعة خمسة سبعة سبعة ساعة خمسة مساء بتوقيت الأردن فعشان هيك عملية إنه ليش تأخرت وليش ما تأخرت مش بإيدي يعني ممكن اليوتيوب لأنه مش الموضوع المهم أو ممكن أنت مش انفعل الجرس ممكن مش مشترك بالقناة ممكن ممكن احتمالات كثيرة فأنت برضو بدك يعني تشيك على هاي الأمور سؤال دكتور بالنسبة للأسماء المركبة مثل محمد جمال مع العلم يتم مناداتي باسم جمال فبطوله بشهادة الميلاد الاسم مركب كيف بتم حساب الأرقام ولك الشكر أول نقطة الآن أنت بتسجل على شهادة الميلاد هذا الاسم بمجرد مع أنه تسجل على شهادة الميلاد أنت ماشي بتحمل من صفاته ولكن الاسم المنادى فيه هو الاسم القوي يعني الاسم الغالب عليك هم اللي بنادوك فيه إذا كان محمد بعطيك صفات وإذا كان جمال بعطيك صفات فعشان هيك أنت بدك يعني بدها تصير حسابية للإسمين نشوف مين الأقوى يعني محمد هو اسم ناري ماشي وجمال يعني اسم يعني على حسب برجك يعني لأنك أنت مش ذاكر برجك فأنا مش قادر أجاوب على هذا الموضوع اللي أختار لك مين الاسم الأنسب ولكن هو إجمالا بتاخذ الاسم المنادى فيه هو اللي بيكون يأثر بالطاقة الكبرى على هذا الشخص شيريا السلام عليكم يا دكتور أنا أخذت الضربة القاضية بسبب سماعي للأبرج يا لطيف طيب وتتبع ما يقال على أساس الجوزاء يوم ستة وسبعة وثمانية هي من أحسن الأيام وأكثرها حظا لهذا تشجعت واشتريت أسهم النفط الله سامحك ها شفت أنا بقول لك الله سامحك على أساس أوبك بلست طيب تستمر تستمر بنفس الوطيرة ولأنني سمع بأني محظوظ وحدثت الطام الكبرى لأنك اشتريت أنا أكيد من قبل ما أكمل الرسالة أنك أنت اشتريت أسهم فوجدت أن الأسهم اليوم رجعت شوي بالنسبة للنفط فهذا أثر عليك أو عمل لك خسارة كبيرة طيب ويمكن أبقى أستمع لك لكن سوف أطلع من كل الأبراج البقية لأن والله أكثر شيء بسبب التوقعات وقعت في هذه الوقعة كنت من زمان أردت أن أطلب من جنابك أن تحذر ممن يستمعون آه تقول آه بديش أحكي الاسم يعني الاسم بالتعليق موجود على القناة اللي بيهتموا بالأسهم ينزل يقرأ الاسم هذا على أساس أنه أنا ما بقدر أحكي لأنه ممكن مقاضاتي إذا حكيت الاسم فعشان هيك كتبتها بالعربي كتابي حتى لا يصير فلتر عليها هاي هاي الخسارة أو ثلاثين ألف باوند آه بيلعبوا بالأرقام وعرفت بأنه مقرها الرئيسي إسرائيل ولا عندهم مكتب في بريطانيا آه ويمكن هيكي في بعض أشخاص سعرفوا من هي آه أبين عنوانها مكتوب عندهم مكتوب في لندن آه طلع طلع في تل أبيب يا دكتور والله ضعت ضيعت كل ما بقي عندي من فلوس من البنك خسرتها لا حول ولا قوة إلا بالله آخ يا حبيبي والله أنا فهمت تقريبا أنت شو بتحكي والله أنا هاي موضوع الأسهم من المشكلة أنه إحنا ما بدنا نفتح بوابة صعبة شوي لأنه أنا بشتغل كاستشارات لبعض شركات الأسهم فعندي خبرة في هاي الأمور وخبرة في البرامج اللي بيستخدموها حتى لعملية الأسهم اللي برضو هي لها علاقة بالفلك ولكن أنت يا صديقي تسرعت في الأمر لأنك أنت ما فهمت شو يعني الحضوض عادة الأسهم والأمور اللي إلها علاقة بالبورصة أو كل المضاربات المالية هاي بتعتمد على زوايا معينة وبتعتمد على حركتها وساعة فتح الفتح والإغلاق وهاي إلها أوقات معينة إحنا بنشتغل عليها لما نيجي بنا نحسب عليها ما بتتاخذ بالمغامرات والمخاطرات مش لما يدخل القمر على برج الشخص يعني هو الآن بلشت الحضوض تلعب معه بتعطيه طاقة ولكن الحضوض ما بتنحسب خصوصا على أسهم أنت بالنسبة إليك ماشي ولكن بالنسبة للشركة هاي شو برجها وشو حركة الكواكب بالنسبة لإلها عشان نحسب إيش نجاحها وإيش خسارتها على حسب حركتها الفلكية فالأمر مش سهل ف يعني حسبي الله ونعمل وكيل أو الإشي زي ما أنت حكيت وبتمنى يا حبيبي إنه ربنا يعوضك وإن شاء الله أنه ربنا يعني يشرح صدرك شوي هيك ويعوض لك خسارتك ويعوض عليك ويرزقك ولكن قطعيا الأمر هو مش إنه بانتقد أني أنا اللي خطأته بالموضوع لا هو معلوماته بالفلك يعني بأخذها على الأبراج اليومية ولكن هي بالأمور البورصة دائما تسقط على الشركة برجها إيش هو وبرجي إيش هو وبصير أشتغل على هذا الموضوع وهذا طبعا حسابه معقد كثير مش شيء سهل يعني إنه ينحسبه فيه أشخاص متخصصين في هذا الموضوع ولكن أنا ما بدخل في هذا الموضوع على هاي القناة لأنه مش كل موجودين للأسهم أو بتابعه أو بهمهم هذا الموضوع وفي نفس اللحظة حتى لو إجيت شرحته مش الكل رح يأخذ فيه ورح يصير فيه نوع من أنواع الهجوم والاستهزاء في هذا الموضوع فعشان هيك يعني الله مش عارف شو دحكي لك والله هي غير إني أدعي لك إنه ربنا يعوض عليك ويسر أمورك يعني هذا اللي أنا بقوله ولا أنت اللي بتحكيه هذا يعني شيء محزن وفي نفس اللحظة يعني مؤذي نفسيا بالنسبة إلك وإلي كمان سؤال من علي طيب يا علي الله يساعدك يا رب كل الكلام اللي أنت كتبته وكيه وحتى ما يكون التعليق ما يكون للتعليق فائدة شخصية رح أسأل السؤال واللي هو هل هو صحيح أنه رقم السنة مثلا 2022 بيكون 2 زاد 2 زاد 0 زاد 2 وبطلع 6 يعني رح يكون حاكمها الزهرة فهالرقم هالشي بيخلي سنة الجاي كثير مميز للجميع كون الزهرة هو كوكبهم أنت يعني جبت شوي صبت فيه صح ولكن الجزء الآخر شوي كان فيه صحب أول إشي هي السنة تحسب زي ما أنت حسبتها وبتحدد الرقم بتاعها وبارتبط مع الكوكب اللي خاص فيها يعني إذا طلع المجموع واحد له علاقة بالشمس اثنين له علاقة بالقمر وبرضو وإلى ما لنهاية حتى وصلنا للرقم ستة اللي 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 بستفيد بشكل أكبر هم أصحاب الأبراج اللي كوكبهم بكون الزهرة يعني مثلا السنة هاي الواحد وعشرين رقمها خمسة فهي ارتباطها بعطارد الآن من الأبراج اللي تشعر أنها أفضل في هاي السنة نحكي أنه موليد الجوزاء وموليد العذراء هم بكونوا يعني بشعروا بطاقة السنة هاي أكثر من باقي الأبراج فعشان هيك هيك بتنحسب الأمور مش كل الأبراج بتصير ممتازة مش كل الأبراج بتشعر بهذا الشيء ممكن الأشخاص اللي حاكمهم أو الكوكب المسيطر عليهم إذا كان الزهرة حتى لو كانت أبراجهم مثلا غير ممكن هذول برضو بيستفيدوا بشكل كبير سؤال من أحمد دكتور سعيد سؤال مهم لبنت ولدت مع مشاكل صحية متعلقة بالنفس موليد 24 2 2021 هل اسم المفضل إلها سيدرة ولا منتهى وهل ممكن إنها تعيش مع إعاقة في حياتها شكرا مشكور كثير دكتور على مجهودك أول إشي السؤال ما بقدر أنا أجوب عليه لأنه هذا بده تحليل لخارطتها الفلكية عشان نشوف الكواكب كيف كانت موجودة في بيتها بيت الصحة اللي هو البيت السادس تحديدا ونشوف إنه هل هذا الإشي بيستمر معها ولا ما بيستمر معها ولكن أعتقد أنا من حسب الأرقام اللي موجودة أمامي إنه إن شاء الله إنه شيء عرضي بالنسبة للإسم طبعا اسم منتهى اسم ترابي واسم سيدرة اسم ناري وتاريخ الميلاد 24 هو الحوت مائي الآن أنا بشوف إنه بما إنه حوت مائي لو إجينا ربطنا باسم منتهى بيكون أقوى ليش لأنه منتهى بأول حرف منه ناري أعطاها طاقة أكثر يعني خلاها حيوية ونشاط عندها وشخصيتها بتكون أقوى والإسم بعطيها ترابي وترابي مع مائي منسجمين للإسمين مع بعض وفي نفس اللحظة بتحافظ على أنثتها بشكل أكبر ما بتكون ذكورية اسم سيدرة لا هو الناري غالب في الموضوع لدرجة إنه هي بتكون طاقة يعني كبيرة حركة وفضول ووائلة من النهاية فهذا الإشي بأثر عليها وممكن يعطل على برجها في بعض الأمور فأنا بختار اسم وانتها بيكون أقوى سؤال من أم سالم وأشكرك على تعبك أنا من برج العذراء صير عندي مشاكل بتخدع من الناس أنا موليد اتناعش تسعة ثلاثة وسبعين مش عارفة مش عارفة أحد يساعدني حتى الناس اللي اللي حتى الناس اللي يأزوني تابع سحر وفعلا حياتي كلها اختربت ياريت تفيدني وما في ما فيش حد يعالجني صح سامحني طولت عليك الرسالة والله يا أختي شوي أنا لأنه الكلمات مش واضحة تماما فعشان هيك بدي أحاول أجمع المعلومة أول إشي أنه تابع وسحر وتابع يعني أمور زي هيك هاي الأمور شوي يعني إلها إلها حسابات كثيرة فعشان هيك أنا بقول أنه ياريت توضحي للسؤال بشكل أو فخلي السؤال واضح عشان أعرف أجوب عليه ما بقدر أحكم على أي شيء من اللي أنت ذكرتي لأني ما فهمت الشي السؤال سؤال من أسمى شريف شكرا على كرمك وعطائك اليومي بخصوص الأبراج ومنجم المعلومات القيمة أنا بشكركم جميعا على كلامك الطيب وأسلوككم الرائع يا ريتي تفيدنا من علمك بخصوص تكرار الأرقام مثلا أربعة 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 أو خمسة خمسة وغيرها فهل هاي رسائل من الكون أم مجرد أرقام مع كامل احترام التقدير في سؤال من دينا العطوي دكتور تكرار مشاهدة الأرقام المكررة مثل واحد 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 أو 11 11 أو 1 11 أو 1 1 هل هذه رسائل من الكون للإنسان أو من الملائكة طيب السؤالين قويات وفي ناس كثير يعني حكت في هذا الموضوع طبعا تفلسفوا في هذا الموضوع وربطوا للملائكة ورسائل ملائكية ورسائل الكون ومش عارف وهذا كأنه الكون يعني بيشتغلش غير بالشيفرة الدفنشي لا ها أنا رح أشرحلك الموضوع هذا عشان أنتو تفهموه هذا كل إنسان فيه ساعة في داخل الجسمه ساعة بيولوجية ماشي هذه الساعة تلقائيا هي شغالة كيف الساعة اللي أنت لابسيتها بإيدك أو اللي موجودة على الحيط أو على الكمبيوتر فيه ساعة أدق في الوقت من هاي الساعات موجودة في جسم البني آدم في دماغه في عقله الباطن ماشي الآن وإلها مموري إلها ذاكرة الآن بدي أعطيكو أنا مثل الآن لما واحد بكون عنده موعد وبكون بدو ينام في الليل ويصحى الصبحيات مثلا الساعة ستة الصبح والموعد هذا ضروري جدا وما لازم يتأخر عليه وما يخذ وقت منه ومش عارف إيش وهذا فالشخص هذا بينام صح؟ بتلاقي الساعة ستة الصبح تلقائيا بصحة أو ستة إلا دقيقة مثلا بتلاقيه صحي أو اللي متعودين يصحوا على صلاة الفجر بتلاقي يابل ما يأذن بثواني بصحة بعدين بسمع الأذان هاي هي الساعة اللي موجودة داخل جسم البني آدم والمنبه اللي بيكون مضبوط على هذا الوقت عشان يصحي الآن في أشخاص بيستخدموها وبيبرمجوها مع آيات من صورة الكهف يعني بيكون بدو يصحى بوقت بروح بيقرأ آخر عشر آيات من صورة الكهف وهو بيفكر بالإشي اللي بدو يعملو أو الساعة اللي بدو يستيقظ فيها وفي نفس اللحظة بيركز يعني كأنه هو بيركز على هذا الموضوع وانه بيصحى في هذا الوقت بيقرأ الآيات فبيركي ثاني يوم بصحى على الموعد هاي الساعة تلقائيا هي بتظلها شغالة في الجسم اللي بيصير انه بكون الإنسان شغوف لأشياء معينة فبنتبه بيجي بتطلع هيك على الساعة فبشوف الساعة 11 و 11 دقيقة ايه؟ والله حلوة هيك ترتيبة تاعة الأرقام فبروح وصورها على التليفون أو بمبسط انه طلع مع الرقم هذا بتروح أيام الآن الجسم خزن هاي المعلومة لأنك في هاي اللحظة أعطيت إشارة للعقل الباطن يحفظ الرقم بعد فترة بتلاقي انتي مثلا بتتفرج على الساعة بتشوف الساعة مثلا 44 دقيقة ايه؟ مبسطة الجسم سجلها خزنها العقل الباطن خزن هذا الرقم الآن السعادة هاي بالوقت اللي انت خزنته ممكن تكون أعطيت تنبيه للجسد في حال تكرار الرقم هاد أعطيني إشارة فتلقائيا انت بتكون جالس ولا في أي شي فجأة بتلاقي مسكت التليفون بس ضويت وهيك شفت الرقم 11 11 أو 11 أو 44 أو أرقام متتالية فبصير الجسم نبهت لهذا الموضوع بصير عندك شغف في هذا الموضوع بتلاقي الأرقام صارت التالى بزيادة عندك هذه هي تفسيرها العلمي المنطقي أما الكون ارسلك رسالة الكون اذا بدي يرسلك رسالة لازم تكون انت فاهم جوابها بيرسلك يا أرقام ايش يعني أربعات ايش ثلاثات شو استفدت من الموضوع ايش معناها يعني أربطها في ايش أفسرها في ايش ما رح يكون لها تفسير ولكن في ناس تصيدوا لأنهم هم ما بعرفوا هذا الجواب وإجوا قالوا لا رسائل كونية والرقم له دلالات وبيدل على انه انتبه وبيحذرك لأنه بدك يطير ويطلع لك جنحان ومش عارف ايش وهذا كل ياتو كلام في الهواء هاي مجرد ارقام عادية بس العقل الباطن هو اللي خزنها وانا اخذي بكلامي بديش اقول لك ثقة ولكن انا بحكي لك عن علم وعن تجربة وعن دراسة وتحليل لهذا الموضوع الآن في ارقام مثلا الاشخاص مثلا اللي بنولده يوم ثمانية ثمانية الف وتسعمية وثمانية وثمانين فبيجي رقم حض لا مش رقم حض هذا رقم خلص ارقام قدر انه ينولد في هذا اليوم برضو ملهاش علاقة بالرسالة الكونية اخر سؤال عشان نختم الحلقة دكتور ربي بارك لك في صحتك وعفيتك وتفيدنا مما علمه رجدة سؤال ممكن تعطينا معلومات عن الكنوز واوقاتها وهل هناك اوقات اخرى دون ان يكون القمر في برج الميزان شو دخل الميزان علما انه النصابين والمشعوذين استفحلوا في هذا المجال طبعا اكيد وكذلك سؤال شخصي هل حسب تاريخ ميلادي استطيع ان يكون يكون لانجاز شيء في خمسة أو تألف وتسعمية خمسة وتسعين كل تحياتي من اهلك في تونس وتحياتي لكل اهلي في تونس ولكل حبيبنا واصحابنا في كل بقاع العالم ولك جزيل الشكر والتقدير اول اشي موضوع الكنوز هذا يعني هذا بتطلب حلقات مش حلقة واحدة لانه هذا كل اللي موجودين فيه نصابين وهي بتصير عند الانسان نوع من انواع البحث عن الثراء وبصير شغف موجود عند الانسان وبصير بده يجرد الان الكنز او المال او اي شيء هو رزق من الله عز وجل اذا كان مكتوب لك رزق من اول مرة ببين انت مرزوق فيه ولا لا اذا تعركس وتسكر بجرب ثاني مرة شفته برضو نفس الاشي تسكر وما ما صارش فيه اي مجال بجرب ثالث مرة شوف الثالث مرة ما مشت الامور برضو وصار فيه مشاكل في الموضوع معناته انا مش مكتوب لرزق في هذا المجال ليش اضيع عمري وانا في هذا المجال هذا واحد اما اللي بيجي بقولك القمر وهو موجود في الميزان هو الوقت المناسب للبحث عن الكنوز هذا انسان جاهل لا يفقه شيء في علم الدفاء يعني شوف انا شو حكيت لك الاسم هذا انسان جاهل في هذا الامور في مواقع تدفن اساسا بطلسم فلكي الو علاقة بوضع فلكي معين وبتنعم البوابة المكان او هذا الموقع يرصد برصد على النظام الفلكي لا الو علاقة بالقمر بالميزان ولا الو علاقة بالقمر بالثور ولا بالامور هاي فيه الو طرق حسابية معينة وعوقات وسعادة كواكب وو الى ما لنهاية وهاي مش اي شخص بقدر انه يشتغل عليها فعشان هيك ما بنعطى جواب عليها ولكن انا بقول لك بدك نصيحتي نصيحة من اخ لا اخو اترك هذا الموضوع اشنشغل في حياتك عيش حياتك اشتغل في رزقك بلاش يغخذك هذا الجانب او هذا التيار باتجاه اشياء تفقد انت سنوات من عمرك وانت عايش بوهم وبعدين تصحى متأخر تلاقي حالك يخسرت كثير اشياء وما رح تقدر تعوضها اما انه عشان تاريخ ميلادك انه انت مرزوق بالامر وهذا فيه اشخاص رح يقول لك واسمك فلكي وروحاني وشفافية ووا 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 انا ما بنصح في هاي الامور كل موقع له حساب وكل مكان له حساب وكل شيء دفن تحت الارض له قوانين وعلى حسب قوانينها تدار الامور ما فيه اشي اسمه فوضى هذه كلها امور منظمة وإلها قوانين خاصة فيها كل اللي بيشتغلوا في هذا المجال جهلة لانه لو بعرف القانون من البداية بيختصر عليك الطريق هيك من كون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة